اشتركوا في القناة الامن والسلام والتعايش السلمية حيث بدأ الوفد زيارته بمدينة جلندن والتقى بمحافز جلندن موسى فاكي كما اقد الوفد جلسة عمل لماء المجلس الفرعي بمدينة جلندن واعادة تشكيلة المجلس الفرعي بها والتقى بحاكم اقليم مايوكي بالشرقي الجنرال موسى هارون تيرغو واطلاءهم رئيس الوفد على برنامج الزيارة وفي مدينة كيلو وضح رئيس الوفد للمحافز قضية احد الدعاة في كيلو الذي يدرس كتاب يدعو للفتنة والخلاف بين المسلمين بايقافه ان ممارسة نشاطه الدعوي كما التقى الوفد بحاكم اقليم لوجون الغربي الجنرال محمد بشير شريف دوسة بحضور اعضاء المجلس الفرعي للاقليم وبحاكم اقليم لوجون الشرقي احمد تاها وهنا اطلع رئيس الوفد حاكم الاقليم على الرد للرسالة التي رفعت الى المجلس والمتعلقة بايقاف اهد اعضاء المجلس السابقين عن الامامة وان نشاطه الدعوي بسبب تصريحاته المسيئة لاخوانه المسلمين في المنطقة كما اقد الوفد جلسة عمل مع حاكمة اقليم مندولة ومع اعضاء المجلس الفرعي حيث وضه لها رئيس الوفد بان المجلس الفرعي هو الجهة المعترف بها والممثلة للجهاز الاسلامي في المنطقة وبمشاركة فائلة من حاكم اقليم شاري الاوسط حسن طراب تمكن الوفد من حل مشكلة المجلس الفرعي لكيابي والتي استعصى حلها لاكثر من ثلاث سنوات ايس اقترها رئيس المجلس اعتماد تشكيلة الشيخ الراحل عمر عبدالرجال وبعد تصويبها تم تكوين المكتب من اثنين وخمسين عضوا واخطير الشيخ حسن محمد رئيسا له وتجدر الاشارة الى ان الوفد خلال زيارته للاقاليم الجنوبية اقدا جلسات عمل مع القادة المسيحيين في اطار تعزيز السلام والتعايش السلمي ما بين الاديان موسيقى